عادة مع كرب دخور شهر رمضان الكريم كل عام وأنتم بخير كتير جدا من أصحاب المحل الغذائية بتقدم عروض وتخفيضات على السلع وخاصة السلع الأساسية اللي المواطن بيستهلكها بشكل سريع وبشكل مستمر زي المكارونا والسكر والشاي والسمنة والزيت والحاجات الأساسية وأهمهم طبعا زي ما احنا عارفين عندنا تحديدا في مصر والرز اللي بقاله فترة بيثير الجدل بين المصريين وده بعد ارتفاع سعره في الأسواق ليصل لستة وعشرين جنيه للكيلو الرز الثاني رجع يثير الجدل عند المصريين وده بعد ما قدم كرفور في السعودية عروض لأسعار السلع الغذائية زي ما احنا شايفين على الشاشة نرجع للصورة اللي قبلها يا جماعة ما عليش بعد ذلك الصورة اللي عندنا دي هي من كرفور للسعودية زي ما احنا شايفين كده في صدور دجاج بـ 14 ريال وتل 95 هللة في عندك طحين برضو بتسعة خمسة وسبعين في عندك زيت بـ 17 خمسة وتسعين وعندك برضو معجون طماطم بـ 8 خمسة وسبعين الصورة اللي بعدها جماعة نشوفها ده برضو عرض من الأهرام رز مصري خمسة كيلو والسعر بتاعه بـ 12 خمسة وتسعين أحد المنتجات اللي كانت موجودة هو عروض الرز المصري ومفاجأة زي ما قلتلكم ان هو جاي من مصر ومفاجأة الأكبر بقى ان سعره في السعودية بعدما راح للسعودية وبعدما تشحن وبعدما تجمرك وبعدما تضاف عليه القيمة المضافة وغيرها من الأشياء بقى أقل من سعره في مصر اللي هي البلد المصدرة رز الأهرام زي ما انتم شايفين كده سعر الخمسة كيلو بـ 12 ريال 95 هللة 12 ريال 95 هللة يعني كيلو الواحد تقريبا عامل بالمصري 21 جنيه مصري طبعا رواد السوشيال ميديا لما شافوا العرض ده وزي ما احنا عارفين الناس والسعودية مصريين كتير جدا فالموضوع تناقل بين مصر والسعودية فتداولوا منتجات كرفور وخاصة الرز المصري وبدأت الناس توصف اللي بيحصل ده ان هو إعجاز اقتصادي وسط حالة من الغضب زي مثلا ولاء ولاء الشازلي قالت كده كيلو الرز المصري واقف في السعودية على ما يعادل 21 جنيه ونص وهو نفسه بيتباع في السوبر ماركت اللي تحت بيتي بـ 28 جنيه مصري وده قمة الإعجاز الاقتصادي محمد عيد برضو تكلم عن موضوع وقالك الرز المصري يباع في السعودية مقابل 13 ريال لكل 5 كيلو يعني الكيلو واقف 21 جنيه ونص وده بعدما الرز سافر وتغرب ودفع جمارك ورسوم ونقل وشيل وحط وعمالة وضريبة لكن هنا في مصر بيبدأ من 25 و 26 جنيه ومش متوفر طب حد يسافر السعودية يا جماعة عايز تورد لنا شوية رز من رزنا ويجي أحمد سليمان برضو قال كرفور السعودية 5 كيلو رز بـ 13 ريال مرخص من البلد اللي زرعاه ومصدراه دي مؤامرة ضد الشعب المصري والله مش طبيعي اللي بيحصل فينا ده بيبو شاف ان الموضوع غريب وقال الغريب بقى ان احنا على الله حكايتنا ومصدقين ان الغلاق ده جاي من التاجر وميشغل دماغنا على بعض ونسيين انها جاية من فوق قوي غادة عبدالغاني برضو قالت تقريبا بيفضروا كل حاجة دلوقتي عشان الدولار وانه تحنا مجوع مش ممكن مفيش اي حاجة الناس عارفة تشتريها ودي حاجة غير مسبوقة بالبلد محمد برضو كان شايف ان تصدير الرز المصري هو تصدير للمياه المصرية فلفت نظرنا الحاجة مهمة جدا وهي موضوع نقص المياه اللي موجود عندنا في مصر واللي على اساسه الدولة خدت قرار كتير جدا انها توقف زراعة الرز في بعض المناطق في مصر عشان نحافظ على المياه فانت دلوقتي واخد المياه اللي انت بتحافظ عليها دي وشوية الرز اللي انت بتزرحهم وطلحهم بره فمحمد بيقولك تصدير الرز المصري هو في الاساس تصدير للمياه ففدان الرز المصري يستهلك حوالي 300 متر مكعب مياه خلال فترة حياته او 3000 متر مكعب مياه خلال فترة حياته وعشان كده تصديره لازم يعاد النظر فيه خصوصا في الوضع الراهم من نقص للمياه كمان رواد السوشيال ميديا تداولوا صور الرز المصري في دول تانية مش بس السعودية منهم كندا مثلا فده مثلا اسمه الرز المصري ايزيس موجود في كندا وفي عندك رز المصري اميرة موجود برضو في دول برة وعندك كمان الضحى وهو رز ابيض مصري اللي منتشر برة برضو واللي الناس بتقول انه برضو ما زالت اسعاره غريبة شوية غريبة شوية بالنسبة للرز اللي موجود في مصر فتح ابو خطاب برضو علق على الصور المتدولة دي وقال واضح ان الرز المصري هاجر للسعودية وكندا اخر تعليق معانا كان شايف ان تصدير الرز المصري ما يختلفش ابدا عن تدمير صناعة الدواجن لتحقيق مكاسب شخصية لجنرالات العسكر فقال بعد اختشاف تصدير الرز المصري الى دول كثيرة وباسعار اقل من مصر رغم حاجة الشعب المصري الى هذا اصبح من المؤكد ان موضوع تدمير الثروة الداجنة مقصود حتى يتسنى لنفس الجهة الاحتكار وتحقيق اكبر مكاسب معظمها شخصي على حساب الامن القومي حيث يمثل الدواء والغذاء احد فرقه مع تفاقم الازمة ونقص الرز في الاسواق مصطفى مدبولي كان اصدر قرار يحظر في تصدير الرز المصري واحكام الرقابة على المنافذ والكلام ده كان من اكتوبر 2022 زي ما شايفين قدامنا في التاريخ اللي موجود على الخبر مين بقى المستفيد من تصدير الرز وليه الحكومة بتقول قرارات وبتنفذ عكسها ممكن نعرف الاجابة من تصريحات تلفزيونية لعبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين اللي قال التالي ان الدولة حريصة على توفير مغزون استراتيجي من السلع وتنفيذا وده تنفيذا لتوجيهات الرئيس منذ فترة طويلة واكد ان لدينا انتاج كافي من الرز وايضا لدينا ممارسات غير مشروعة في فترة من الفترات ادت الى نقص في السلع والتلاعب بالاسعار موضوع غريب جدا فكرة ان الحاجة اللي طالعة من عندك تكون ارخص بعد اما طلعت وبعد اما سافرت ده بيعمل الف سؤال عند المواطن المصري اللي الغد دلوقتي مش فاهم امتى الوضع هيتحسن وامتى هنشوف ملامح الجمهورية الجديدة اللي دايما بيحكونا عنها اتصل ونرجع نكمل بقية الفترة